اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي انا قلته ده بيدرسوه طلبة الازهر وكيفية النكاح واذا عندك عبدة اشتريتها هل يجوز ابنك يشترك فيها معاك في النكاح ولا لا فيقول لك لا ان ما انتح ليك الاب ليك حق في مشاركة ابنك في جريته ليه لانه قال انت وما تملك لابيك وبالتالي يجوز للاب انه ينكح الامة بتاعة ابنه طيب هذا كله عشان بس ما نبقاش ببناهين في مساحتنا الخاصة ومش واخدين بالنا من الواقع هذا في الواقع متجزر وعندنا مشكلة في الوصول لهذا الواقع وكيف يمكن ان نطرح عليه هزي الامور حلي انا السهل البسيط اللي بقدمه ساعة ما تكلم بتفاصيله الحتة اللي حضرتك وقفت معاه وكن وانا نقلت علشان بس ميش موضوع المحاضر انه هناك طريقة يمكن ان نتحدث بها هي ما يخص شؤون الدنيا ده بتاعنا ما يخص شؤون الدين ده في العبادات بس اما المعاملات فما تجيب ليش نصوص دينية لانها تليق بزمنها وخلونا ان نفحص المسألة ببساطة يعني انا اراهم تبصت لاي انا غير مفهوم عندي انه يحصل احدهم على الدكتوراه في علوب الدين انا بيدوهم حاجة اسمها العالمية او افهمها دي تصلني يعني حاجة خاصة بالازهر انما انت تيجي تقلد الخواجات وتدي له دكتوراه الدكتوراه دي علشان هو قال كلاما لم يقل من قبل مدعما بالاسانيد ويعتبر كشفه الخاص والادلة والدراسة السابقة وماذا قال من سبقوه واين هو ابتدأ واين هم امتأو لابد ان يفعل هذا بخطوات ومناج علمي تراتبي كيف يمكن ان واحد ياخد دكتوراه في علم الغيب سؤال الغيب ده غيب ايه عرفك انت بالغيب وما تحكي لي عن الغيب ده وتاخد فيه دكتوراه انا اتأكد ازاي من صدقك عشان اديها لك يعني انا محتاج اتطلع على الغيب ده اروح هناك اشوفه زي زي انت ما بتقول ازا كان زي ما قلت وبتقول ان لله يد كما قال في القرآن وانه يبصر وانه له عين وانه يستوي على العرش في شهادة دكتوراه واسبت ده ماشي يلا وريني بقى ما هتعرفش توريني يبقى مالكش حق في انك انت اصلا تاخد اي حاجة غير انك انت بتقول كلام وده زي وزي اي كلام هيقوله حد تاني الهندوسي هيقول كلام والبسيح هيقول كلام والمجوسي هيقول كلام كل واحد عنده كلام وهو مجرد كلام فهل مجرد الكلام يعطيه الحق انه يبقى سيدنا وانه يبقى الشيخ وانه يبقى الدكتور وانه يسيطر على عقل المجتمع وانه انتوا اللي بتعرفوش توصلوا للمجتمع اه طبعا لانه احنا مع الاسف الشديد منابرنا قليلة وضعيفة هم عندهم منابر بعدد مساجد وزوايا مصر كلها بالاضافة لقاعتهم الخاصة وانظومهم الخاصة ومنظماتهم الخاصة